رأيك في أداء أكرم توفيق في الباكرايت خصوصاً هو كان يعني أكرم بسم الله ما شاء الله لعيب كويس كل حاجة ولكن اكتشافه في الباكرايت اليومين 3 الماتشين 3 اللي فاته أكرم لعب في 2018 مع كارتيرون لعب باكرايت أوكي يعني بس ما كانش بالتقلق بس ما كانش بالنطج ده لأن خلي بالك أكرم طلع لعب خد تجاره ببرا والإعارة اللي تلحها أسكاليتو أسكاليتو خبرات وعدد ساعات لعب ولما رجع رجع طبعاً بشكل لكن أنا شايف أنه عمل طبعاً مبارات التراجي عملها بشكل مميز جداً وفي نفس الوقت كمان هو تقل ممكن يلعب وسط الملعب ممكن يلعب ارتكاز وسط الملعب ممكن يلعب باكرايت فتقدر تسفيد به لكن هو ماشي بخطوات كويسة جداً وقدر أنه هو كمان في الناحية الهجومية عنده عنده حلول عنده يعني عايز أقول إيه التلت الهجومي عنده بيفكر فيه شغل بيقدر يعمله بيقدر يخش الجوة ويمشي ويشوف بشماله طبعاً لسه ما شفناش أهداف لكن فيه جملة فيه جملة بيحاول يعملها محمد هاني طبعاً لما هيرجع من الإصابة هيديف طبعاً إنه عرضه نزل في التدريب فدي طبعاً هتدي باور للنادي الفترة الجاية عشان نهاية أفريكا يوم سبعة فترة من الطبيعي أنه نشوف علي لم يصل إلى مية في المية من المستوى ده طبيعي يا كابتن بعد إصابة طويلة طبيعي طبعاً بعد فترة إصابة طويلة لكن علي معلول عنده خبرات كبيرة جداً علي معلول ما يدي هنا اللي عيب الخبرة لما بيبعد عن الإصابة ويرجع بيقدر يعبر عن نفسه أو يرجع لمستوى بشكل مميز لأنه بيعنده الخبرات وعنده من الزكاء فيه اقتصاده في الملعب بيقتصد في جهده إيه الكرات اللي هشتغل عليها إيه الكرات اللي ممكن أقف رايح إمتى لما أقف مع الفرقة إمتى أطلع مع الفرقة الحاجات دي كلها وقدر يحرز هدف جميل اللي هو ضربة الجزاء في نفس الوقت عمل الجون الرابع الجون الرابع فماشي بشكل يعني طبعاً بنقول 60-70-80% مثلاً ولكن الفترة اللي جاية علي يقدر يجيب 100% طبيعي يعني طبيعي عشان لأنه البعض بيتكلم عن علي كذا وكذا ولكن في النهاية لعيب كبير ومستاه يستنى المطشط دي بتاعته طبعاً لازم لما تيجي تتكلم على لعب غاب أكتر من شهر تقريباً لا أربعة حماس شهور أهم أنا بقولك يعني أنت بتتكلم في فترة طويلة يعني طالما عدى الشهر فأنت المفروض أنه بيفقد ما يقرب من 70-80% من مستوى بدنياً حتى بدنياً وفنياً يعني الموضوع كله يبقى أنه هو راجع بالشكل إحساسه جوه الملعب إحساسه وقفته جوه الملعب السبرينت بتاعه تخطيطه الجوه إزاي بيغطي إزاي بيقابل الراجل حاجات دي كلها بتبدأ تيجي مع المطشط فأنت بتتكلم في فترة طويلة يعني ولكن اللي هيأثر الفترة دي خبرات علي معلولة عنده خبرات عنده لعب دولي منتخب تونس كان لعب في الصفاكسي قبل كده واحد من أهم عناصر اللعبة أو من أهم من مفاتيح اللعبة في النادي الأهلي لكن هيقدر يريكوفر بسرعة ويجيب المستوى بتاعه في وقت بسرعة اشتركوا في القناة